هير نيوز اخبارها كلها عندنا وعشرين واشكال مختلفة شايفة ان اسبابه ايه اسباب التحرش اولا بالنسبة بقى للبنات انا هتكلم عن الصنف بتاعنا اللبس اول حاجة بتلفت نظر الشاب او الراجل الكبير كمان لبس المرأة تلقى البنت خارجة البطلون ديق بدي بصير مش عارف ايه يعني ملفتة للنظر كامل دلوقتي احنا هنا عندنا نسبة السمنة بقى بقت ايه ماشاء الله فالواحدة تبقى مليلة جدا ولبسة حاجات تلفت للنظر او بنت تبقى رفياعة جدا ولبسة حاجات برضو بتلفت للنظر برضو انت بتصير الراجل لأ البس الشيء اللي نسبك الحاجة اللي تليق عليك دايما نقول للبنات ما تلبسيش على الموضة لأ البس الحاجة اللي تليق عليك انا اختار من الموضة ايه الحاجة المناسبة ليا اللي هتليق عليها واتخلي شكلي عندي وقار واحترام لكن البس حاجات ملفتة للنظر جدا للشباب طب ما غزبا عنها لازم هيتحرش بي يعني حديثك شايفة السبب الرئيسي ويمكن الاول والاخير هو اللبس مش اي حاجة تعمل لا اللبس والمنشطات يعني ايه طيب لو تكلمنا عن اسباب الراجل الراجل اه الراجل بقى في مشكلة عنه كل شاب دلوقتي عاوز يجرب كل حاجة حتى الرجال اللي هما متجوزين وجبار عاوزين يجربوا كل شيء نزل منتج جديد عايزين يجربوه طب ما انت المنتج ده انت واخده مصر وانت خارج في الشارع مش عارف ايه ما انت برضو ما بتقدرش تتحكمي في عقلية الشاب او الشابة او الرجل اللي هو بياخد الحاجات دي تقدرش تتحكمي ابدا في عقليته لانه خلاص هو خد على شيء معين مش مشكلة بقى خد البرشام او الاي كان اللي خده دوت طب وبيخده ديه اصلا دم هو عرف ان هو ممكن يتحرش بحد او يقطحم مساحة حد يا لا 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 اقولك الشلة اللي بتبقى مع بعض فيه اصحاب سوق كتير يعني واحد ليه اصدقاء ده جايب حاجة من بره ده اشترى حاجة من اين طب خد جرب طب خد يعمل طب ليه ما جربش ولا اخد من حد حاجة انا بطبيعتي ربنا مديني طبيعة وزي ما بقول وهقولها برضو وهفضل اقول ميت مرة لو انت ضعيف في القدرة الجنسية تقدر تتجه لأي دكتور يعالجك لكن ما تتجهش لحاجات التانية مش شرط ابدا ان انت لازم تاخد منشطات وتاخد حاجات ما انت الحاجات دي بتأثر عليها هتبقى انت مطلوب منك ان انت عاوز السيدة معاك على طول طب انت مراتك مش قادرة تكفيه هتعمل ايه هتضطر تخرج لبرا برضو دي ثقافة دي عدم ثقافة من الرجل برضو حتى لو انت عاوز تتنول حاجة ما تتنولهش على طول يعني للضرورة قوي للضرورة القصوى مغير ما تحس ان انت مش قادر فعل طيب وبالنسبة للأحكام اللي بتطلع في القضايا اللي كانت رأي عام بالنسبة للتحرش هتك برضو شايفة نفس وقت النظر لبس البنت وسلوكياتها لا انا ما بحملش طبعا البنت كل حاجة لكن انا بقول ان البنت تراعي لبساها وهي خرجة من البيت طب هو ليه الراجل برضو يعني ربنا قاله غد بصرك ربنا قاله واحد أي واحد وبردو طبعا الراجل برضو لازم يعمل كده لازم يغد البصر مش مش شرط ابدا ان انت كل ما تشوف واحدة تقف تتهبل قدامها يعني دعيب مش شرط كل يعني الواحدة حتى انت لو شفت حد حلو ولفت نظرك ولا حاجة اديك بسته وخلاص لكن غد النظر ده طبعا ده ربنا ابحلين نبيه المفروض ان احنا نغد نظرنا طبعا ما افضلش ابص لكل واحدة وبعالين كل ده هيرجعلك برضو في الاخر عن القناعات داخلية لو انت مقتنع باللي معاك مش هتبص لحد تلك ما فيس يعني فيه تتجلب يعني شباب بيتحرش تحت السن اصلا ما بيكونش لسه اتجوز ولا عمل حاجة طبعا ما انا هقولك لا لا هقولك على حاجة الشباب بقى الصغير ده اللي هو بيبقى تحت السن ده بيشوف الشباب اللي هو بيشتغل معاه اه اه او بيشوف القدوات اللي حواليه مش حكاية قدوة سيئة انت ممكن تلقي ولد بابا حد محترم جدا ورجل مصلي وعارف ربنا لكن هم بيقف مع مين الشباب اللي بيقف معاهم الناس اللي بيتعامل معاهم ايه ما دي برضو بتختلف اه عن نوعية الناس اللي انت بتقابليهم وان انت بتشوفيهم برضو دي كل دي بتبقى عوامل مؤسرة برضو في الموضوع التحرش ده يعني مثلا انا لو لو طالب وصديقي دوت طالب زي بس ابني ناس جدا وعارف ربنا وبيصلي او ملتزم في حياته اه اكيد انا هكون ملتزم وياني لكن لو معانا واحد تاني فاسد بقى وبيشرب سجاير وبيتعاطى ياخد قولت برشامة قولت مش عارف ايه الحاجات اللي بياخدوها دي ما برضو نا هبصره وهاعمل زي نوعية الصحاء ازاي انتقي اه صاحب او اتنين واتعامل معاهم ابقى متماشي معاهم بحيس ان احنا نقدر نكون علاقة حلوة جميلة ونبقى اصدقاء في الخير ومنبصش للحاجات دي وكل على فكرة كل العوامل الخارجية عندنا مؤسرة مؤسرة بشكل طبيعي وبشكل جامد جدا على الشباب المهم ان انا برضو برجع بقولك تربيتي في البيت عاملة ايه ترجع في الاخر برضو وتقولي دي ثقافة بيت لو الاب انا بس يعني نفسي اقول حاجة لكل اب انا عايزك ان انت تتقرب جامد من اولادك بالذات الزكور الحاجة من الحاجات دي اكيد انت تبقى قدوتك حلوة دي وهي هيحتاز بيك يعني في الاخر انا بس 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 ا